بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنستكم الشرح Chapter 1 Introduction to C&C Machines وبنعرض الآن إلى الwork coordinates رقم 3 في How to assign 0 points for the machine فالwork coordinates آخر واحدة منهم بيقول لي عندي هنعملها في الabsolute في المكلمنتان بيقولين absolute positioning work coordinates are generally sit on one edge or corner of a part and all programming is generally taken from this point يبقى أنا هعمل في هذه الطريقة بحدد أحد corners بتاعة الwork piece وبقدر من خلالها أنسب كل الأبعاد اللي أنا هبدأ أعمل عملية التشغيل من هذه النقطة ولي in the following figure the part 0 is used for all positioning for whole location 1 2 and 3 اللي نشوف الأكزامبل ده مع بعض دي طبعا النقطة دي بنسميها tool change position وبالمناسبة دي بتبقى T06 الكود بتاعها اللي هو T06 أنا هبدأ بعد كده أتحرك إلى upper left corner of the work piece وهيبقى ده يبقى ده يبقى ده يبقى ده ال upper left corner ويبقى ده zero for move to all holes يعني بدأت من هذه النقطة أنطلق ويبقى الهول الأولاني يبقى فين يبقى فين zero point بتاعتي اللي أنا حددتها في ال coordinate example absolute ده حددت النقطة اللي هو upper left corner ويبقى دي بتبقى دي بتبقى يعني شانا نوصل للهول الأولاني أحدد قيمة X وال Y فتبقى X ب1 و Y في المتصب O بين 7 5 وهكذا ننطلق إلى الهول الثاني تبقى ال X ب3 وال Y بO بين 7 5 والهول الثالث تبقى X ب4 و X وال X وال Y بO بين 7 5 طيب بيقول لي أنا دلوقتي هنتقل لل incremental في ال work coordinate example في incremental برضو التول عند التول change position وبعدين باقي بدأت نقطة البداية بتاعتي اللي هي upper left corner دي بتبقى عبارة عن zero for move to whole one I'm working incremental أوكي فهي بيقول لي طيب أنا عشان انتقل جبت أول نقطة عندي حددتها اللي هي النقطة اللي أنا بعلم عليها دي انها 0 for move to whole one حددت بدي X ب one و Y ب O 75 5 حددت ال hole الأول و خلصت منه أجي لل hole الثاني فين origin بتاعه فين نقطة اللي هي هنا من origin الثاني أهو origin الأول لدي عشان أبدأ لل origin الثاني zero for move to whole two يبقى إذن أنا انتقل zero point من النقطة رقم واحد دي إلى النقطة رقم اثنين هنا عشان نقدر نعملي انتقل ل hole رقم اثنين يبقى zero for move to whole two خلصت hole two عايز انتقل hole three فاللي يبقى دي هتبقى نقطة zero point لم move for hole three شكرا وبكده إن شاء الله نكون هنا chapter وإن شاء الله نلقاكم في chapter القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته